نظام العائلة في السعودية بات خارج الصلاحية السعودية أخطر من إسرائيل إذا بدك تكون جد بالشتائم يوجه الأعلام الذي يدور في الفلك الإيراني المملكة العربية السعودية فعلى مدار الساعة أخبار ملفقة ومقابلات مع سياسيين وإعلاميين يطلقون عبارات بذيئة ضد المملكة بالواقع يعني الأعلام المنتمي للمحور الإيراني بالمنطقة فوجي بالعصفة الحزم فوجي بالقرار السعودي لأول مرة المملكة العربية السعودية تخود مواجهة بهذا الحجم وبهذه المفاجأة للرد على الهجمات والحماية أمنة واستقرارها نعتبر أن هذا الاسلوب الذي يتناول فيه المتكلمين باسم هذا المحور الإيراني اللي عبراتك فيه على الانتقادات الشخصية للقيادة السعودية والكبار المسؤولين السعوديين هو دليل إفلاس سياسي لأنه ما عندهم بالسياسي ما يدافع عنه بالنسبة للوضع في اليمن فلجأوا إلى هذا الهجوم الشخصي البديء كل ما فعلته المملكة العربية السعودية لجميع اللبنانيين بات لدى المنضوين تحت لواء ما يسمى بمحور الممانعة في خبر كان محور نقاش طويل مع المملكة العربية السعودية ومع الكبار المسؤولين أنه إيران اليوم مساعدات الإيرانية عم تذهب إلى فئة من اللبنانيين وإلى منطقة مناطق محددة من لبنان في حين أن المساعدات السعودية عم تجل لكل اللبنانيين وإلى كل المناطق اللبنانية في حين أنه البيئة المحسوبة على المملكة العربية السعودية والتي بتعتبر نفسها أن المملكة العربية السعودية مرجعيتها هي أصبحت من أكثر المناطق فقرا في لبنان سواء بعقار أو بقعة الغربة أو حتى بإقليم الخروق وحتى أكثر ناكو ترابلوس الأحياء الفقيرة في ترابلوس وفي بعض الأحياء في بيروت ومع ذلك كان في إصرار من جانب القيادة السعودية دائما أنه لا المساعدات بدأت تكون لكل لبنان لأنه نحن حريصين على لبنان ككل كوطن وكدولة أن يكون متماسكا ويبقى السؤال هل هكذا تكافأ السعودية وهي التي خصصت مليارات الدولارات لإعادة إعمار لبنان ولدعم اقتصاده والتنمية فيه ولتزويد جيشه بأهم الأسلحة واللائحة تطول